أولا اليوم تنعيشوا واحد لحظة تاريخية لحظة غالية مقال شاء الله يعني فتاكرة دي لكل صحفيين رياضيين المغاربة اللي رايبو جاء اليوم لنقطعه مع جميع أساليب تسيوف وأساليب الفوضى لشهدها قطاع صحافة رياضية المغاربية فاليوم ترجمة الاتفاقية الشهيرة اللي كنا وقناها بقر وزارة التقافة والتواصل بحضور سيد وزير برسعيد ورعيس الجميع المغاربية ورعيس الجنة الأولمبياء في السلعيشي حضرنا تظاهرات رياضية الكوبراد سواء مشاركة المتخبوطين المغاربين في كان كوندفوارد أو مرافقة فريق ناطات بركان إلى مصر الآن سنرافقوا إن شاء الله المتخبوطين في قدسال غداً بوفد إعلامي كبير تتجاوز عشرين صاحقين وصاحقين كان من أجل ترجمة هذا الاتفاق ومن أجل تنظيم تظاهرات الكروية داخل بلادنا فكان لازم على أن يكون عندنا الوصفة الوطنية تكون عنده هبتو، تكون عنده قيمتو، تكون عنده مكان خاص به، تكون عنده مكان الولوج خاص به، تكون عنده مكان تصوير خاص به، يكون صحفي لأنه متميز مع أمام الجماهير، خصوه أن الآن طرف القدم هو نسوج تسويقي، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد القرية أو الصعيد العالمي فممكننا إلا نكونوا حناك صحفيين، ولا مش فيها القتال، صحافة بغريبة على أننا نكونوا مستوى التحدي، مستوى الأوراش مفتوحة، فالطور الآن، الكورة عندنا الآن لأننا نكونوا مستوى الكبير من أجل قيمة جهد بلادنا الحمد لله، طفرة قروية كبيرة، مقبلة مجموعة من التحديات، مجموعة من الأوراش، مجموعة من الاستحقاقات، منها كأس الفرقية للأمام، منها كأس العالم، منها كأس العالم، منها بلادنا، فما يمكنش الصحفات الرياضية أو الصحفي المغربي يكون خارج التاريخ، فهنا جاءت الفكرة، وتنظن اليوم وضعنا الحجر الأساس من حجر الممارسة صحفية تحليق بمستوى بلادنا وطريق مستوى القطاع إلى بيبنك